السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بجميع المتتبعين ولبقي ما تبعوني كانت طلب منهم فضلا وليس أمرا أنهم يتبعوني ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد الموضوع ديالي اليوم كيف ما شفته في العنوان هو على الدجة اللي واقعة حول علاقة جيورجينا رودريغيز مع لعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو الغني عن التعريف مهم للاحظ أنه عندهم طريروا دي العواويل معايل مهجوج حالهم مع بعضهم من 2016 وكذلك هم أصلا انصارة يعني انصارة معروف في ملة ديالهم ما كينها شي جواج وديك شي ديالهم مهم يعني أصلا مش يمسلمي يعني بندم يقول لك إذا أتى العيب من أهل العيب فما كيبقى شي عيب ولكن بندم نايد عمل التجاة كيقول لك حقا كريستيانو ما خلاوه شي يدخون سعودية ما دارب شي صداق نادو عملو هاد لكرت في حال هيدا اللي هو زعمة أنها ملك يامين حيث زعمة ممجو شي بها وكيصرف عليها زعمة جرية ديالهم ولكن أنا ما شفت هاد الشي مهمية أصلا تفاها بالنسبة للناس اللي اللي كيفهموا ولي متقفين ووعين أصلا تشي عارفنا أنهم تفاها ولكن بغيت نوضح الأمور للناس اللي حت شفت أنا يعني هذا غير جواحة السبب ما شفت أنا هاد الدجانة اكتشفت واستنتجت أن أغلب الناس ما كيف يفرقوش بين زواج الشرعي وزواج القانوني يعني أنا كنظر علينا حنا يا كمسلمين أما داب هادوك أنا قلت لكم يعني انصارا شانو ما عملوه هو هادك هي هادك ولكن حنا يا في الدين ديالنا بعض الناس محسوبين على الإسلام وكيعملوش حاجة كتر من اللي عمل كريستيانو مع جيورجينو مثلا زواج المتعة شخص كيجي كيشرط على أخيتي أنه يجوج بها شهر أو لخمستاشر يوم أو لثلت شهر واحد مبلغ مالي معين وفالأخر يعني عاملين مع بانون فوقش عيتشوت فيها حشي سلعة رخيصة إذا هادي كتر من الجارية وملكي اليامين اللي قلسين كتضحكوا لكريستيانو اللي أساسا والد معها وعمل وشانو أصلا شروط الزواج الشرعي شروط الزواج الشرعي يعني في الإسلام طبعا هو الإشهار كريستيانو عامل الإشهار أنها معاه والد معاه أنه يعطيها صداق وطبعا يعطيها أكثر من الصداق أنه ما يكونش في السر أنه هيكون يعني العواول يتنسبون بهم وولادة اللي معاه من سوبي الله هوا مع هادو النصارة هادو ما كيوتقوش على الأسباب مالية يعني على حسب بيش مدلو شي الارت مع أنا ولا دورتين يعني معتارف بيهم وحنا يا في الدين دينا شحال هادي ما كانش لك غد صداق لولو كان زوج بالفتحة حيث الناس كانوا وعند الكلمة ديالهم وما كانش كيوقع اختلاط الأنساب عليها كان الدنيا هنية من بعد ما يبقى بنادم ما كيبقاش عند الكلمة ديالهم كيسمح في الزوجة ديالهم اللي مزوج بها بالفتحة وكيمشي ويتش وكيمشي ويبقى خليها مع القاو ديكشي قروا يعني دول المتقدمة الإسلامية أنهم يوضقوا زواج قانونيا لحماية حقوق المرأة والطفل عليها الزواج القانوني يعني ده بضارول أما هات جورجينا قانونيا ما محتاجلوش حتى بالنسبة للأموال وهذا ما عندما ادي منه كتر من اللي دات منه مجرد ما عملت مع هالعلاقة رجعت من المشاهير وكيبار المركز كي عيطولا والفلوس بش تحدث ولا حراج الحزابة دياله على بواقع التواصل اجتماعي فاتت 40 مليون متابع إذا السيدة أساسا ما محتاجش أنها ضمن مستقبل دياله الوليدة دياله هم مستقبل مضمون حيث بهم اعتارو بهم إذا لماذا نعملوا حنا بدنا مع هالي أساسا نصرانية ونخليوا ما هو كاين في العرب وكي عملوه العرب بالزفق وخصوصا هادو اللي كي هدرو كيف هاج عملي زواج الميسير كيف هاج زواج المتعى كيف هاج تستمتع بخيتي وعاترميها وهي مسلمة هادك هو ولد القانون وخاك توتقوا عقد الزواج فهذا الزواج حرم يعني انتم موتقينه وهو حرم يعني بلما تهضروا على النصارى هضروا على راسكم انتم اللي كتعملوا هذا الطامة الكبرى يعني خطية اللي كتكون مدلولة وكتكون أكثر من الجارية كيف مسبق وقلت كذلك الزواج السري انتنا مجوج بجوجه ثلاثة وعدي هتقول لعن جوج بك سري يعني بدون إشهار وخكت ربيها الصدق وعقد الزواج رح كيكون زواج حرام حتى واحد ما عارف والشرط للزواج شرعيا هو الإشهار يعني الله سبحانه وتعالى كيفضل أن الزوج والزوجة يشهروا الزواج ويكون خطبها معد ولي الأمر ويكون نعطيها الصدق وديها وكل شي عارف خقا ما يكون شي ضروف لحالة دون كتابة العقد يكون الولاد حلال وزوج حلال أما نمشي نكتب أنا كغد ضخم عمره بلا ما يكون عارف حتى الأب ولي الأمر دياله ونعطيها صدق دياله وتا واحد ما عارف في السر حتى أنا مجوج فهذا كذو السري هو اللي حارم أما هادو العالم كامل عارفهم يعني كيجيني أنا زوج دياله حلال بالمقارنة بعض الزيجات المحسوبة على الإسلام والعياذ بالله لهذا بنا دون بلا ما يبقى يهدار بما أنه ما يفرقش حتى بين الزواج السارعي وشروط الزواج الشرعيا وبين الزواج القانوني حتى النصارى هادو كيعملوا هاكين بعد مرض كيزوجوا مدنيا أو كيزوجوا في الكنيسة كيزوجوا في الكنيسة كيزوجوا كيزوجوا في الكنيسة كيزوجوا كيزوج مدنيا باش كيقتصموا لأملاك ديالهم فيما بينهما ولي ما كيلجأش في النصارى للزواج المدني كي يكون بهداف مادي يعني ما خصى تقسم معها فلوسا ما خصوا يقسم معها فلوسا هذا هو الفرق وكيبقوا نصارى وكل شي ديالهم حرام في حرام ولكن احنا المسلمين هي اللي سنردوا بالنرسنا أما هادو ما ندخلوش فيهم جابوا واحد نادي عربي لعفه شغلوا في حياته الخاصة وعيواد ما بقوا نعملوا ضاجة حول الناس أساساً ما عندهم تعالقة بينا وبذينا الإسلامي نعملوا هادو الضاجة حول هادش اللي واقع بين المسلمين والمسلمات حيث زواج الشرعي أصبح بعيداً عنهم رغم وجود العقد كيعملوا العقد ولكن بدون فائدة حيث العقد أساساً لا صحة له بزاف دي الشورد زواج الشرعي ما منتفي منه إذا نصحوا انتو ما زواجكم عادنو ضهدرو على الكفار باش احتى الأجيال اللي طلعا يعرفوا أن الزواج هو الزواج اللي يقله سبحانه وتعالى ماشية مجرد عقد القيرنج حل من واحدة كيجي الشخص ما يصور الحال كيقول أنا عن جوج بيك عام يتمتع بها عام وفي الأخر يسيبه ويعطيها واحد جوج دفرانك ويعطي شرط عليها طبعا لما تولد ش باش ميسالي معاها كأنها لم تكن هذا هو الزواج المتعوش هذا زواج كيفش كتحس براسة ديك الإنسان ما كتحس براسة أنها عاهرة مع وجود العقد يعني عاهرة موثقة هذا هو الفرق بينه وبين العاهرة شنو الفرق يعني كيرضاؤوا بزاف زي الناس كايين للأسف شديد كيرضاؤوا نراصم هذي النوع دي الزواج يعليها او لا مثلا كديش وحدة لباس عليه شي واحد ولكي مجوج وخوفا أن مراته تعرف كيقول لعن جوج بك في السر وما يعرف تاشي واحد بايش مرتي ما تعمل لي شي حالا وعنا عطيك قدو قدو وعنا عمل لك الدار كذا 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 أيوة ويا كتكون عارفة راسة بما أنها في السر يعني مهدده في أي وقت من الأوقات غير تسو قمراته الخبر يكركبه ديك ساعة كتر ضوها نراصكم وهذا الرجال هذو اللي دا با عملي تتجع لعقد الزواج دا كريستيانو مع جيورجينا كيرضاؤوا أنهم يعملون بنات الناس هذا الشي هذا مجرد أنها زعمة موتها سحاب له زعمة لعمل عقد الزواج بهذه الطريقة هذي وبهذه الشروط هذي عيكون عامل لحلال لا ثم ألف لا ما كي إلا حلال لوان الحلال هي تتزوج بمرة بنية وتخطبها من الأبد لو تعطيها صداقتي لو تعمل إشهار للزواج وكل شيء يعرف أنها الزوجة ديالك سواء كنت مزوج وهي الثانية أو الثالثة مهم هذا هو الشروط للزواج بعد ذلك تمشيوا عند العدل اللي وتقكم وثيقة الزواج قانونيا في المحاكم ديال الدولة المتواجدين فيها انتما بايش ديك الإنسانة تضمن الحقوق دياله القانونية هي الطفل دياله إذا جاء إن شاء الله هذا هو الهدف الوحيد من عقد الزواج هو حماية المرأة والطفل قانونيا ما عاد هذا إلا ثم كي يجي واحد كي يعمل عقد الزواج مع المرأة وكي يدي لجميع الحقوق دياله ماشي المادية يعني الإنسانية والمعنوية يعني كيفاش إنسانة عارفة رسالة نكعة ترميها ترميها بحل شي حوتالة من بعد شهر أو لعن كيفاش هتكون نفسية دياله هي معك يعني صفيق هادكية اللي أنا كنحسبها جارية وملك يامي أما هذه النصرانية هذه فالسيد معها والد معها وهو معها يعني عايش معها وعمل بها الإشهر يعني حسب رصة مرتاحة يعني عواض متفقا وتهضروا على الحاجة اللي ما كتخصنا شي حولوا تصحوا الأخطاء ديالكم إنسوما كعارب ومسلمين عاد ندوزن واحد أخر وكنتمنى أن الموضوع ديالي يكون قدر يوصل حيث الموادع المهمة ما كتوصل شي حتى كتكون وراءها شي ضجة فيها عاد كتقدر توصل معلوماتك اللي مشيت فيها ونتلقوا في موضوع جديد وعبرة جديدة مع السلامة